احنا عيلة موتك كاملة جمتين وقسطورة اكتب اي بيجين نشوف مين يطلع لك في الصورة بدأنا من السفر عملنا جيل بعد جيل جبنا الميت الف وعدينا المستحيل يا بلال انت امتى ترجع فعلا ابي جيمنج بتاع زمان وانا لحد دلوقتي مش فاهم هي هي كلمتكو بحاول يا ابطال اطور اكتر واكتر في المحتوى بتاعي سواء تحققات سواء اللي احنا نلعب مبات نعمل تنوع في القناة ولكن واضح اللي في ناس متضايقة جدا جدا من اللي انا بعمله ده ولكن عايز اقول لكم اللي ابي جيمنج فعلا يا ابطال هيرجع زي الزمان ودلوقتي حالا هتشوفوا يا ابطال يلا بينا وزي ما انتم شايفين ايوة يا ابطال حرفيا رجعنا نلعب يا ابطال ايوة نلعب يا باشا ارسنال وهتلاهني بتكلم على مقطع التحقيق وبجد بجد يا ابطال هي دي بالنسبة لي and кدة رجعت زي الزمان وبجد بجد يا عطال انا انا شايف يلا جاءة تمام يبقى لاسل تنزل توصل مقطع ده الف لايك في و分 واحد بس نحو لدي هدفنا في كل مقطع حرفيا يا ابطال من المقاطع اللي جاية كل مقطع ابطال نوصله فيهم واحد بس الف لايك عايز اقول اول ما هنعمل كده المقاطع كلها بتاعتنا الاستورية هتوصل يا ابطال لكل الناس حرفيا بجد بجد متحمس جدا وخلونا نتكلم عن موضوع مقطع النهاردة روبلوكس ليبي دعمه حسابات واحدة مثلا يا ابطال زي الهاك ريبوت بوبي حرفان يا ابطال ريبوت بوبي دي من الهاكرات اللي جدا جدا مشهورة الفترة الاخيرة مش عشان هاك لا 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 دلوقتي يا ابطال بجد بجد محتوىات غير خالص ما بقيتش تعمل هاك وبقيت خالص عن الموضوع ده تماما والحساب بتاعها ابطال فعلا فعلا بقى يعتور حساب مش هاك مع ان بصراحة انا شاكك في الاسكن انا شايف بصراحة ان المبات اللي هي بتعملها مبات هاك ولكن يا ابطال بعيدا عن الكلام ده فعلا ليه باردك يا بلال روبلوكس بتدعم الهاكرات ليه واحدة زي دي مسلا عندها اكتر منه الربعمائة تمانية وتمانين الف فولو يعني داخل على نص مليون فولو وليه باردك متوسقة حاجة غريبة او بجد محدش يقدر يجاوب عليها وليه يا ابطال قناة على اليوتيوب جايبة ستة مليون مشترك وسؤال تاني برضك ازاي يا ابطال على التيك توك جايبة اكتر من تلاتة مليون فولو والله كل الحاجات دي كلنا بنسألها حرفان يا ابطال موضوع جدا جدا غريب ان فعلا الهاكرات كل شوية بتحاول ان هي تعمل لها اسم وكيان في لعبة روبلوكس وفعلا الهاكرات يا ابطال بتنجح في كده جدا والدليل على كلامي ان هما يا ابطال مشهورين على التيك توك وفي لعبة روبلوكس وكمان على اليوتيوب. مفيش حتة حرفان يا ابطال هما مش مشهورين فيها. ودي حاجة جدا جدا غريبة بالنسبة لي. وبتفاجئ برضك يا ابطال من هاكرات تانيين. لماسلا يا ابطال هاكر زي ديس دولي دلوقتي حانا اتفاجئ ان يا ابطال قناتها وصلت لاتنين مليون مشترك. ايو ايو يا ابطال قناتها وصلت اتنين مليون فعلا. يمكن يا ابطال بسبب يعني مقاطع الشورتس بتاعتها فعلا. اكتر مقطع شورتس حرفان عندها ابطال جايب مشاهدات جايب اتناشر مليون فيو. والغريب يا ابطال ان هي فعلا موجودة دلوقتي واسمها دي سدولي اوريجنال. ولعبة روب لوكس ناقص ان هي بس تعمل لها علامة التوسيق وخلاص والله. والله دي حقيقة حاجة غريبة او بجد. لعبة روب لوكس يا ابطال بقت بتدعم الهاكرز بشكل غريب او مريب. هتيجي تقول لي طيب يا بلال ما اقول يوتيوب بردك بيدعم الهاكرز. عايز اقول لك يا ابطال يوتيوب ملوش علاقة اصلا بالموضوع ده. ده يا ابطال محتوى. والناس بتقدمه عادي جدا. وحرفان يا ابطال غالبية الهاكر دي بجد بجد يا ابطال لها دي سدولي. فيديوهاتها فعلا بتخلي الناس تقول ايه ده? ازاي يعني يحصل كده? وغالبا كلهم يا ابطال بيعملوا اصلا محتوى واحد. والغريب في الموضوع يا ابطال ان فيه بصراحة الوحيد اللي انا شايفوا اللي هو لسه ما عملش قناة يوتيوب. والهاكر ده اسمه تيوبرز تلاتة وتسعين. حرفان يا ابطال معمولة عليه مقاطع كده ايه ده? سانية. واضح كده ان هو معمول له قناة. عنده يا ابطال قناة في احداشر الف مشترك. تعرفوا ده يا ابطال لو عمل مقاطع شورتس عايز اقول لكم الشخص ده حرفان يجيب بالعشرة مليون مشترك. المباتل يا ابطال ان الشخص ده حرفان كان بيعملها كانت كلها غريبة اوي ومسيئة للاسلام. هو مش شرط كله بصراحة موسيئة للاسلام ولكن ده اللي زهر قدامنا بصراحة. لما يا ابطال وحرفين الناس كتير اوعدت تتكلم. وعايز اقول لكم ان في القناة بتاعته تقريبا ده تاريخ تيوبرز تلاتة وتسعين كله. حكر لعبة اسمها وبردك حكر لعبة اسمها ووركة بيتزا. وهكر يا ابطال تمام يعني لعب بردك تانية ولعبة اسمها برتي سيميليتور. وزي ما انتم شايفين بردك يا ابطال قدامكم واخر حاجة عملها وهو يا ابطال هكر مبسيتي. وهكر ابطالها غريبة بصراحة جدا يا ابطالة وتفكروا عمل فيها اجواء غريبة اوي. واسوات وكل حاجة بصراحة ما كانتش كويسة. ولعبة كانت يا ابطال بتحاول تمنع الحاجة دي وفعلا منعتها. ولكن يا ابطال للاسف الماب لسه موجودة. ايه السبب اصلا في الموضوع ده? والله بجده هتجنن. ان مفروض يا ابطال لعبة اصلا ما تسمحش بالمبادة دي تكون موجودة في لعبة روبلوكس. ولانت بقى لعبة روبلوكس بتدعم الهاك. ما دي بقى حاجة ترجع لهم هما بصراحة اكيد مش احنا. حسابات يا ابطال زي ديس دولي وتيوبرز تلاتة وتسعين. وربوط البوب اللي هي زمان كانت ام دي ار بي. وهكارات تانية كتير. لعبة روبلوكس يا ابطال بتحاول ان هي فعلا تغصقهم وتخلي ليهم مكانة عالية او في لعبة روبلوكس. هل معلش يكسب معني تاني ام لهم ايه? والله يا ابطال انا بفترض بصراحة ومعرفش هما بيفكروا في ايه. لان مسلا يا ابطال حساب زي رابوتة بوبي حرفان الحساب ده اكيد يا ابطال لازم يتصنف ان الحساب ده مخيف اصلا. ايوا هو كمان مرعب. لان حرفان يا ابطال بجد بجد انا حاسس ان اللي هي بيت روبلوكس بقت تصنف المبادة المرعبة على اساس اللي هي حاجة عادية. مع انها هي حاجة مش حلوة. ولكن يا ابطال هي مصنفة حرفيا المبادة دي ان هي مبادة مرعبة طبيعية خالص. ولكن في فرق ما بين مبادة ومبادة الرعب. مبادة يا ابطال زي ما انتو شايفين زي مسلا ماب بوبي. شكلها غريب قوي وبيوحي على حاجة بصراحة رعب. هو مش رعب او هو يعني. وماب مسلا يا ابطال زي ما انتو شايفينه قدامكو ماب زمامك. حرفيا الماب دي فعلا فعلا ماب مرعبة. والليفيتر بلوكس برضك يا ابطال المصنفاء على اساس ان هي ماب لمبادة مرعبة ومخيفة. عشان كده يا ابطال بقولكوه ان الماباتة ال braces حاجة والمبادة اللي هي المرعبة فيهعوي توتر بلوكس حاجة ثانية. لان المبادة المرعبة ما بيكونش اصل يا ابطالة طابعة اي حاجة خالص. وعشان كده انا بتكلم في مقطع النهاردة عن الموضوع ده. بجد بجد يا ابطال موضوع مقطع النهاردة كان جدا جدا جامد. هتمانية يا ابطال يكون اعجبكم مقطع النهاردة. قولوه لي يا ابطال في كومنتات المواضيع اللي جاية اللي عايزين نتكلم عليها. واحنا كل يوم حقفان بنزل مقطع على القناة. مقطع تحقيق وممكن مقطع نلعب فيه ماب معينة. ويتمنى فعلا يا ابطال تشوفوا ان انا فعلا رجعت زي زمان. لان انا ما بحبش بصراحة يا ابطال اشوف الكومنتات دي اللي هو يا بلال ارجع زي زمان يا ابي جيمينج نفس اشوفك زي زمان. طب يا عم زي زمان ازاي يعني انا اكيد كبيرت طبعا ولكن يعني المفروض يعني انا بقدم نفس الحاجة. ولكن ما اعرفش بصراحة يا ابطال. انا دلوقتي بعمل اللي علاية وبحاول فعل ان يا ابطال اواجيكو ابطال احسن ما فيا. من حسن محتوى ومن حسن يا ابطال المواضيع اللي احنا بنتكلم عليها. شكرا بجد يا ابطال على كل شخص بيحط لايك وكمان بيشترك في القناة. ويبقى السكيل اعتار فيديو النهذا خلص اتمنى يكون اعجابكم فيديو النهاردة. ما ننسوش تحطوا حالة لايك الفيديو سبسكراب للقناة. اما حاجة تفعلوا زر الجرس عشان ازالوكم كل الفيديوهات الجيمنج الجهة الجديدة. وبس كده يا ابطال الجيمنجوي. سلام. حسابي ابطال اسمه في اي اس سي يو اس. بصراحة ابطال اسمه جدا جدا غريب. وغير ابطال اللي اسمه غريب شكله بردك اغرب. شكله ابطال شطان وعملي ابطال ماب جايبه اكتر من مئة وخمسين الف فولو. فموضوع جدا جدا غريب ابطال ومخيف لابعد الحدود. انا مش عارف صراحة ابطال اللي خلاني يحقق على حساب زي ده. ولكن لقيته يا ابطال حساب جدا جدا غريب. وكل المباد جايبه تفاعل وحاجة جدا جدا غريبة. بقول لك ابطال قبل منعمل اي حاجة لازم حالة نبعت له احلى طلب صداقة. مع انه ومش احلى طلب صداقة بصراحة انا خائف اوى على نفسي وعلى الحساب بصراحة. من اولي يا ابطال ما دخلته ولقيته يا ابطال حساب بيقولي دي في رقم تليفون. فالموضوع ابتدى يخوفني اوكسنبل يا ابطال وبقت يعني قلقان جامد. ولكن ان شاء الله يا ابطال خير. زي ما انتم شايفين يا ابطال الحساب مصروف عليه اللي سكني ده بس الف وسبعمائة رابوكس. ليه يعني? ليه عمس شيطان انت اوكسنبل? انت ما فيديو باسمك شيطان مش اسمك في اي اس زي ما مش عايقب اسمه ايه. ولكن يا ابطال عنده تلات اصدقاء بس. وعام. الفيديو خلص. حط لايك. اعمل اشتراك. ايوا بقى اتفعل الجرس بقى وانت ماشي ايوا بقى اوه ديلو اوه يا لأ ولا